زي ما اتفقنا النهار ده هناخد حاجة لطيفة صغيرة برضو خفيفة وهنعمل قولوا معي وهنعمل الامتحان اللي احنا كنا عملناه المرة اللي فاتت طبعا يا جماعة احنا استنى اللي فاتت وعندنا برضو السنة دي على فكرة equation of line يعني السنة دي عندنا الدرسة بتاع equation of line ده اللي هو الcoordinate geometry الcoordinate geometry عندنا في الاس مقسوم جزئين الcoordinate geometry in as is divided into two parts مبدئين قلنا محتاجة تفتكروا يعني ايه كلمة coordinate geometry coordinate geometry يعني اي حاجة لها علاقة بالx axis والy axis اي حاجة لها علاقة بالletter x والletter y اي حاجة لها علاقة بالcoordinate ده الcoordinate geometry الcoordinate geometry متقسم جزئين جزء احنا اخدناه في الo level وحلينا عليه لما تهرينا وخدناه كتير قوي اللي هو الéquation of line والparallel lines والperpendicular lines والكلام ده كله بتاع زي ما هو موجود نسخة بدون اي اختلاف بس احنا نفتكر الايكوشن بتاعت الline طبعا ده احنا لسه ما شرحناهوش بس انا كنت حابة اشرحه لما شوفه live او ممكن برضو يبقى في ضمن الonline classes اللي هنعملها الفترة اللي جاية لانه هو احنا عندنا عنده فكرة الايكوشن بتاعت الline اللي هي كانت y-y1 equals to m open bracket x-x1 فاكرينها دي جماعة اشتغلنا عليها سنة لفترة كتير في الo level دي موجودة هي هي السنة دي بنفس تفاصلها بقرفها بمشاكلها بالparallel lines بالperpendicular lines هي هي موجودة اوكي وبتهيقلي ان انتم ممكن تكونوا فكرينها يعني مش الدرجات اوكي كده كده هنشرحها تاني فالجزء الاولاني اللي هو equation of line اللي هو متاخد في الo level تمام اللي هو y-y1 equals mx-x1 الجزء التاني اللي موجودة عندنا السنة دي في الاس اللي هو equation of circle equation of circle تمام طيب الاول نشوف what are the components of the circle ما هي مكونات السركل الاساسية مكونات السركل الاساسية اللي هي السنتر تمام وطبعا السنتر is represented by whatever ايان كان any letter وطبعا the distance from the center and the circumference is the radius طيب احنا equation of circle and how is it related to the coordinate plane لو انا جيت قلتلكم انا عندي circle مرسومة في الcoordinate plane فالcenter بتاحها هيبقى عبارة عن order pair السنتر بتاحها هيبقى عبارة عن order pair تعالوا نفطارد انو السنتر خليني ارسل square circle عيدلة ما انا هنا عندي option ليه ما مش بستعمل الoption طبعا يا ولد لو في حكا في الصوت قلولي حالسا دفعين الانترنت النهاردة فالما خلت فالسا جديدة وطازة فزي ما اتفقنا how is a circle related to the coordinate geometry if i draw a circle on the coordinate plane if i draw a circle on the coordinate plane if i draw a circle on the coordinate plane means that the center of the circle has coordinates لو انا مثلا انده سنتر اي فالسنتر اي ده هيبقى عبارة عن order pair x and y هنفطرد انه مثلا ال x ب1 وال y ب2 فالسنتر of the circle is going to be 1 and 2 ده السنتر بتاع وايه المكون الاساسي الاخر للradius المكون الاساسي الاخر للcircle sorry is the radius وطبعا يا جماعة احنا عارفين ايه هو الradius الradius هو the distance بين السنتر والcircumference هنفطرد مثلا انه the radius here is equal to 5 يبقى انا عندي السنتر اهو وعندي الradius is equal to 5 ايه هي الاقوشن of circle دي الاقوشن of line اللي احنا عارفينها واشتغلنا عليها سنة لفاتة طيب ايه هي the equation of circle وايه الفورمة بتاعتها اللي لازم تتحفز by heart the equation of circle is bracket power 2 plus bracket power 2 equals a number power 2 البرacket دا جوه x minus sorry x minus رقم والبرacket التاني جوه y minus رقم الرقم اللي بتحطي هنا هو x coordinate of the center والرقم اللي بتحطي هنا اللي هو هنا دا هو y coordinate of the center والرقم اللي بتحطي هنا هو radius radius هنا اللي هو بكام 5 طب يمس فين يعني الإجابة النهائية الإجابة النهائية حتكون البرacket الأولاني اللي هو x minus 1 all squared plus واسيبو زي ما هو ما فكوش ولا أي حاج البرacket التاني اللي هو y minus 2 all squared واسيبو زي ما هو ما فكوش الرقم بقى طبعا 5 power 2 ليها إجابة which is equal to 25 and this is the equation of the circle خلينا نروح للnotes وحديكم كده نروح الأول للnotes على page page 86 سمعني يا أولاد وانا guys can you hear me نروح مع بعض للnotes لpage 86 هذه هي المعمولة زي ما انتوا شايفين تعالوا ناخد كده example خفيف لطيف جنب فالله هعمله على whiteboard لو سمقته تعمله كده هنا في الحتة اللي تحت دي أو في أي إن كان أو كده كده it's recorded لو عايزين بعد كده تكتبوه في كراسة أو عايزين أي إن كان دلوقتي إيه 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 the equation of the circle طبعا نحن إيه حال write the equation of the circle نحط الفورم بتاعتنا اه طبعا ايه موجودة عندكم في notes equation of circle is bracket power 2 plus bracket power 2 equals number power 2 هنا في letter x دي سابت هنا في letter y دي سابت دي minus سابتة على فكرة جات من بقى ما يخصناش دي بقى minus سابتة بحط هنا ايه بقى يا حبايبي بحط the x of the center بحط هنا the y of the center وبحط هنا radius فحنا افطرت ان انا عندي x axis y axis بالشكل ده وناخد circle نحط اه اي حتة كده هنا نحط هنا لا اي ده ناخد circle نحط هنا هنشتغل positive وبعد كده نشتغل negative هنقول circle دي center بتاعها هنا مثلا اهو طبعا يا جماعة this is totally not scale هنقول مثلا دي هنا 7 ودي هنا 10 وفرض انه هو مديني radius ونقول مثلا radius بتاعي بلاش 7 خلينا ناخد اي رقم تاني 6 مثلا وجاء قال لي طبعا ما بيقل الاسئلة عمرها ما تيجي كده بس دي كلها بنسميها اي introduction وان احنا بس نتعود على الاقواش بتاعت the circle how do y write the equation of this circle اهو bracket power 2 plus bracket power 2 equals radius power 2 هنا بخط radius 6 نملأ بقى البراجت هنحط هنا x ونحط هنا y قلنا minus minus سابت المينس سابت what do I put here I put the x of the center which is equal to cam 7 what do I put here I put the y of the center which is equal to 10 طب فين يا مثل اجابة النهائية طبعا 6 power 2 دي اقدر اشيلها واحط مكانها كام طبعا 36 حد عنده مشكلة في الéquation الحمرة دي ولا تردوا علي ولا انتو لما بتردوش يعني فاهمين ايو مس فاهمين دا اوكي نيجي على مثلا another circle جيت نحط circle مثلا اه هستعمل نحط مثلا 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 circle نمسح دي او نروح على صفحة تانية ولزا ما نروح صفحة تانية ما عندنا صفحات كتير اهو ادي ودي نحط مثلا circle بتاعتنا اه كده اه ونفترض انه هنا انا افترض انه center هنا طبعا يا جماعة ال x coordinate مثلا مثلا دي 8 ال y coordinate هنا هتبقى negative هنقول مثلا دي هنا negative 2 وهنقول انه دي radius جاهز which is مثلا 2 وقال write the equation of the circle what's the equation of the circle bracket power 2 plus bracket power 2 equals 2 radius power 2 هنا بنحط x وهنا بنحط ال y او هتكون يا جماعة بتتفرجوا ولا بتلعبوا games ولا حاجة ادم معايا اه بيردش علي ادم خرج بالحس ده اللي راح بين اه ما عارب بس اظن بس انت عنده بويز شك كلمت من شوية ما كانش الفيستايم عنده كان بيعلق ما عرفش ادم اه ما كان قاعد بيرغي قبل ما كان قاعد بيرغي قبل قبل قد كده قبل من انت تدخل حس طيب هنا قلنا بخط يمين بخط x بتاعة center طبعا هنا x ما عديش اي ادم نعم هو ممكن يكون نت عنده فاصل شوية هنا بنحط مين بنحط y بتاعة center اللي هي negative 2 صح ولا ايه طيب يعني دي كده ممكن تكتب الفرص اللي final عصرة بتاعة x minus 8 power 2 plus open bracket y plus 2 power 2 equals to 200 ايه اللي خلى بقى المين دي تقل plus علشان the y of the center is negative فاردا بقى يولد لا خلينا اه طيب لحد دلوقتي كيف حد عنده مشكلة جماعة في two examples دي احنا عملنا هم دو طيب لو انا بقى العكس لو انا جيت قلت لكم الاقواشن of the circle موجودة يبقى احنا هنا the first part كان مديني circles واحنا كتبنا الاقواشن بتاعتها وعرفنا الفرما والفرما موجودة في الرو في النوت تعالوا نشوف بقى العكس يعني ايه العكس يعني قولي from the equation of circle find center and radius يعني هو يديني الاقواشن هو يديني الاقواشن ويقولي من الاقواشن لو سمحت طلعي لي الradius والcenter اوكي تعالوا نحط برضو equation of circle هنا ونقارن بها اهي bracket power 2 plus bracket power 2 equals to radius power 2 قولنا هنا x minus هسمي مثلا small a وهنا y minus هسمي small b طبعا a will be دول center of the circle طبعا لو انا دي example زي قلتلكوا انا اعدي equation هي مثلا x minus 3 الحاجات التكنولوجي دي اللي هو الكلام اللي بتوع النكتب دي احيانا بتبقى سخيفة جدا x minus 3 power 2 plus y minus 5 power 2 مثلا equals to 49 equals 49 انا بقى من ال equation دي هطلع radius وطلع center دعا نبسي دي بالرئيس علشان رئيس افضل شوية مثلا الصد بيعلق عندي والله انا عارج من ما تحركتش هي بقى ممكن تكون بتروح وبتيجي سمعيني يا شباب ولا ايه او مسه في شوية دغواش لا دغواش انا ما حدش في البيت غيري او مفيش صوت حواليا لا مش صوت حواليا حضرتك دع يعني صوت حضرت بيقطع مهنت بقى ايه بتعمل دورية ايه بتروح قطيجي البيضان عادية جدا فياش حاجة ايه فياش حاجة بيجر يعني ايش طيب تمام اهو هنقول بقى هنا بقى ايه الوجيكتب بتاعنا هنا هو هيدين الéquيشن ويقول طلعيني منها الريدي ادي الéquيشن بداعتي انا بقارنها item item ال minus minus يبقى الريدي 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 بتاعته بثري مش minus ثري لانه ده جزء من الرول والمينس جزء من الرول فانا باخد الثري زي ما هي كده فدي الريدي دي دي الريدي بتاعت السنتر بلاس بلاس هي دائما بتاعي ثري وفار مش ناكتف ثري و ناكتف فار طبعا ال 49 is equal to radius squared فانا عندي ال radius squared انا 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 بحبش التكنولوجي يعني دينا بس لا اللا بحب ده تتش بقى او الام متاع ما بحبش تعملي انت في ادم انت فين تماريكو الحمد لله بتقعد بندها عليك هدى كده منبين نص ساعة بندها مش مش حد الولود ده عليك هاي كلام تلاقي قمته ولا كنت قعد بتلعب العب بيه مس الساعة خمسة انا نازل نازل رائح فين خارج بإذن الله ادم ادم لا مش درائت يا اسم انت بتهزر اه اه اوعى هتطعلك من لقاء طبعا هنا الراديوس power 2 is equal to 49 فانا طبعا سهل دلواتي ان انا جيب الراديوس هعم square root 49 which is equal to 7 فاحنا دلواتي مركزين على الجزئية اللي الاكويشن بتبقى موجودة وانا بطلع منها الراديوس في السنتر قبل مقلب على another example حد عنده مشكلة في دين ناخد example the equation is given x minus مثلا 13 power 2 plus y plus 1 power 2 equals to مثلا 7 and the question says find the center find the radius دلواتي يا جماعة لو انا حطيت الاquation of the circle تحتها كده بالضبط وابقارن وابقارن how do I find the center of the circle and how do I find the radius نبتدي بالradius الradius power 2 is equal to 7 so what is the value of the radius the value of the radius is a root 7 وإحنا already السنة دي والسنة اللي فاتت أخذنا السرد ومتعودين عليها ومخذ ان احنا ما عندناش مشكلة في السرد تعالوا بقى نشوف الx بتاعت السنتر والy بتاعت السنتر now by comparing these الx هي زي ما هي بالضبط ما فيش اي خلاف الماينس اللي تاني بأكد هي the part of the rule فالa is 13 يعني الx بتاعت السنتر 13 مين يقول لي بقى لو خذ مركز معايا what is the y of the center واحد بس يرد علي what is the y of the center is it positive 1 negative 1 برافو عليك the y of the of the center is negative 1 لي لأن المفروض أصلا rule minus فالplus d فاكرين هنا عملنا في المسألة دي اللي هي كانت فين المساحت او راحت مساحت او اه اه d d اصلا كانت y minus minus 2 لأن قلنا y ده ما جزء من bracket الم minus جزء من bracket هنا y negative فلما bracket يقلب لي plus بالشكل ده زي example اللي دي هولكو ده هنا معنا إن the y of the center was negative 1 لأن هي قلب plus هنا فدي أصلا كانت y minus minus 1 so so I compare this to the original form ده y بتاعة center تمام فأنا يا جماعة لو هي plus بياخد negative تعالوا ناخد one more ييجي قولي x plus 2 power 2 plus y plus 3 power 2 equals 2 5 and the question says find the center find the radius تانية خطها تحتها برضو علشان عملين عملة خطها تحتها كل شوية عشان تفتكروها x minus a power 2 plus y minus b power 2 equals radius power 2 أنا عايزة radius وعايزة center by comparing these two radius power 2 is equal to 5 فالradius became برود 5 خلاص طلعت الradius نيجي بقى أشوف center d minus بما إنه دي هنا ما هيش minus ده معناه إن الbracket ده كان أصلا x minus negative 2 so what's the x of the center negative 2 هنا نفس الكلام دي كان y minus negative 3 معناها what's the y of the center negative 3 تمام يا شباب نفس يعني احنا بنعكذ بس الجو الbracket صح لا لو minus بتاخدنا زي ما هي من غير minus بتاعتها يعني هي طولها مرة minus آه ما بقولك الرول أصلا minus يعني تاني بدي لك example تاني لأنه دي أهم حاجة عندي دايما هي تطلعها minus هتطلعها ناجد لأ مش شرط على حسب what's the center بدأ minus هنا بدي اخد زي ما هو كده يبدأ x بتاع center لكن لو دي plus معناها ان الرول اتعكس معناها ان دي كانت one minus negative five فسعاية هنا what's the y coordinate of the center negative five يعني احنا negative لو هو negative هنحط positive لو هو positive هنحط negative ماش يعني هو منطقة اللي انت بتقوله بس انا مكنتش حبة انت تقولها بالطريقة دي انا كنت حبة انت تبقى عارف ان هي اصلا minus بس ماش اوكي مش غلط برضو طبعا الradius هيبقى root 36 اللي هي كم 6 طيب one last example لو انا كتبتلكوا كده x power 2 plus y power 2 equals 200 what's the center and what's the radius اي رأيكم what's the radius root 100 which is 10 طب what's the center what's the center هنا يا حبيبي لازم واحد يلقطها هازعل اوي صراحة لا ما لقطوهاش zero 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 بس نبتكت ال center هنا zero zero اوكي معناها انه circle بتاعتي center بتاعها is the origin center بتاعها is the origin طبعا ايا بس دي ممكن اجيبها شمال كده بس شوية عشان تبقى مضبوطة means that the center is the origin and the radius is 10 تمام كده يا جماعة ف دي كانت introduction عشان نعرف the equation of circle شكلها اقضي يعني شكلها عمل ازاي اللي هو ده خليني امتكر كده عملنا ايه من اول الحصة قلنا equation of circle ده شكلها اهو ده الشكل بتاعها اللي هو موجود هنا عندنا في notes وبعد كده ثانية واحدة يا جماعة ثانية واحدة كده اول حاجة we introduced the equation of circle and how does it look like اوكي وبعد كده قلنا if the circle is given i can write the equation تانية حاجة قلناها لو انا عندي equation موجودة ازاي اطلع منها center والradius لانه هو ده الoverall objective بتاعنا طبعا هنشوف the types of questions اللي عندنا بس قبل ما نشوف the types of questions محتاجين نفتكر الرول بتاعة coordinate geometry اللي هي gradient rule فاكرين يا جماعة gradient rule اللي هي y2 minus y1 over a x2 minus x1 وطبع عندي بستعملها to find the gradient of the line وبتالي ما اظنش ان في حد مش فاكره وعندنا في الميت point rule طبعا الميت point اللي هي فاكحد 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 point كيف نجاب ازاي يعني لو انا عندي line كده a b وعيد الpoint اللي في النص فاكرين كنا بنجاب ها ازاي خدناها fear 9 واخدناها fear 10 body forward by 2 اه بناد ومعدي كده ال yات كلها plus 2 لان الرول ستطبعا نحتاجها زي لما شرحنا trigonometry شرحنا قلو معي السين والكوزين والتان والحاجات دي كلها والسين ولكوزين ولكوزين لما شرحنا ال radian راجعنا معاه كله على trigonometry طبعا عندنا distance rule او length اللي هي مثلا نيجي يقول find the length of a b فكنا بنعمل pythagoras theorem اللي هي bracket power 2 plus bracket power 2 وهو هنا عندنا x2 minus x1 وديا هنا y2 minus y1 فالرولز دي هي هي ما فيهاش اي اختلاف والرولز دي انا بستعملها امتا i use these rules when i have two points given لما يبقى عندي two order pairs حنزود عليهم السنة دي ال equation of line طبعا دا درس بحالو بس copy paste cluster يعني لو كان في حد السنة اللي فاتت مركز في الدرس دا بنسباله equation of line هي هي بدون اي اختلاف اللي هي y minus y1 equals m open bracket x minus x1 the equation of line طبعا ممكن هل بقى ناخدها في الonline classes لانا برضو هي based on information انتوا عارفينها الجديد بقى عندنا اللي احنا نسا يلينه دلواتي اللي هو equation of circle ليه سهلة مش صعبة اللي هي bracket power 2 plus bracket power 2 equals to radius power 2 هنا x وهنا y هنا minus وهنا minus وقلنا هنا دي ال a وهنا دي ال b وقلنا ال a وال b is the center of the circle وطبعا والله زي ما ماروان قال احنا بنعك سسانيا لو هي negative تبقى positive ولو positive تبقى negative دي كده المعلومات اللي احنا محتاجينها في coordinate geometry السندي مبدئيا يعني طبعا غير لو فاكرين do you remember parallel lines what's the relationship between gradient of parallel lines لو مثلا gradient 1 before what is gradient 2 if these two lines are parallel parallel lines have same gradient if you remember and perpendicular lines have شق لب وقلب gradient يعني لو ده 4 ده هيبقى negative 1 على 4 بس كده نفس المعلومات بتاعت السنة اللي فاتت بالظفر اللي زاد عليها دي تعالوا بقى نشوف the types of questions related to equation of circle ويعني مش هنحل حاجات برضو complicated ولا حاجة نحل حاجات برضو نوعا ما basic لان ده اللي احنا متفقين عليه لحد ما تخلصوا الامتحانات بتاعت نوفمبر بتاعتكم بس قبل ما نقلب على مرحلة الحال حد عنده سؤال تعالوا هنروح على نشوف كده مسألة لطيفة خفيفة طبعا هنعمل الحاجات اللي هي اللي هي علاقة باللي احنا قلناه دلوقتي فتعالوا نشوف المسألة دي الحاجات يا جماعة اللي بسيبها فأنا هسيبها for reason لأنه احنا ما قلناهاش وانا مش هحل حاجة based on فكرين من السنة اللي فاتت لا لازم اخليها الوقت فدلوقتي احنا في notes page 88 هنحل دي مع بعض اهو ايلي the circle notes page 88 يا شباب فتحين notes page 88 اهو بس notes ومش بين على السكري بقت سوري اهو اهو notes page 88 تمام اه تمام هنا بقى بقول لي ايه the circle shown in figure kaza has center 506 يعني الراجل ده جميل مديني center وكي and passes through the point A which is 12 and 7 يبقى انا اول حاجة لازم اعملها لو انا if I am given any coordinates لازم اكتب ال coordinates بتاعتي فادي كده point A الراجل مدهالي يعني ربنا يزيد من كرمه زي ما لسه قالين من شوية دلوقتي انا عندي two points هم point P وpoint A وزي ما تفعلنا جماعة في الاس التعليم في الراس مش في الكراس لما انا ببقى عندي two points ايه الحاجات اللي انا ممكن حسابها انا دلوقتي في الانتحان وعمالها بفكر I can calculate the gradient I can calculate the midpoint I can calculate the length I can calculate التلاتة دول بس هنشوف ايه اللي احنا محتاجين بقى على حسب السؤال هو هنا قال لي find the exact radius of the circle طبعا كلمة exact مش جديدة عليكو لانو كلمة exact معناها no decimals يعني هو عايز المسافة من هنا الهين which rule do you think we are going to use the midpoint rule the distance rule ولا the gradient rule اكيد the distance rule لان انا عايز المسافة من P وA تعالوا كده نفتكر how do we use the distance rule طبعا دي هنا x1 y1 ودي هنا x2 y2 distance rule كانت لسه انا كتبها لكم من شوية والرود طبعا كلها انا كتبها في النونز distance rule كانت bracket power 2 plus bracket power 2 inside the bracket x2 minus x1 وinside the bracket التاني y2 minus y1 بس حد يحسبها لنا حد ما جيب الكالكوليتر حسبتها حسبتها يا جماعة ولا ايه يا ولد ما تحسبنيش من انا الواحدة في الحياة سينيا بس 12 minus 5 plus 1 squared طلعت 5 root 2 طلعت 5 root 2 طبعا exact يعني I will keep I will keep the answer as it is حد ما اعترض على question A تاليسة question A ما هو صعب تمام نجي على question B ألي find the equation of the circle طيب bracket bracket power 2 equals radius power 2 تمام طيب جوا bracket X minus A وهنا Y minus B وقلنا A will be دول دول center الميزة في السؤال ده انه هو مديني center اللي هو 5 و6 فأنا I will just substitute فهتب X minus X of the center which is 5 power 2 بعد كده plus open bracket 2 Y زي ما هي minus Y بتاعة center اللي هي 6 power 2 equals radius power 2 تمام كده يعني 5 root 2 all squared فأنا سهلة جدا على calculator أو معاملة answer squared وياريت نتأكد جماعة وياريت الكلام ده في الأول أول تاني whenever you're dealing with thirds you put the third inside the bracket and the power outside so if I square this I'll get an answer of 50 فهي دي جماعة ال equation بتاعة circle بتاعت ده question A وده هنا question B question C هنسيبه حد ما نشرح equation offline ونفتكرها كويس قوي وبعد كده ممكن نشوف لا مش question B مش صعب بس أنا مش عايز أعمل الحاجات اللي هي فيها steps كتيرة online عشان انتو أصلا ايه حاضرين بالعافية A وB فيهم مشكلة A وB بتكتبوا الإجابات يا جماعة أو طبعين D تتعمل على فكرة هي مش صعبة أنا بس مش عايز ايه ان احنا او تحبوا نعملها مع بعض تيكو حل نعمل B D اي مش صعبة هي طويلة بس لكن هي مش صعبة خالص لكن هي طويلة بس خليها ايه في المدرسة فهلا ممكن نعمل يوم الحد نحل شوية حاجات كده برضو نأكد على معلومات زي ما نشافين بناخذ حاجات كلها تعتبر بيزيكس يعني ده كده اول نوع من الاسئلة اللي هو زي ما انتو شايفين هو مديني معلومات ومن المعلومات دي انا كان لازم اجيب ال اكوشن بتاعت ال نيجي بقى على النوع التاني من الاسئلة فانتو لو عايزين تكتبوا هنا على types of questions يعني if you want to write this مثلا question over here this question the equation is required ثانية جما هنيجي بقى على السؤال اللي تحتي لو عايزين تكتبوا يعني types of questions السؤال اللي تحتي اللي هو ده اللي هو the equation given the equation is given مدهالي ولكن مش مدهالي بالforma اللي احنا واخدينها مدهالي بforma تانية خالص hint حبيب قلبكو completing the square احنا الحصة اللي فاتت شرحنا completing the square بس خليني اأكد عليه تاني نفتكره برضو كده سريعا لانه يا جماعة completing the square معانا عيش معانا نفتكره مع بعض مكيش اي مشكلة x power 2 plus 6x minus 8 how do I complete the square طبعا complete the square هنا الاب 1 الاب 6 وصيب negative 8 كنا بنعملي نحن فاكرين bracket power 2 minus bracket power 2 وقلنا c to be ignored on the side هنا عندي الاب 6 الرقم اللي بتحطي هنا هو نفسه اللي بتحطي هنا اللي هو the value of the b divide by 2 ف6 على 2 ب3 هنا و3 هنا وبعد كده لو فاكرين كنا بنحط ده كله كده على بعضه على الكالكرييتم من الأول للآخر هي نفس الstepس دي بدون أي اختلاف ولكن هنعملها مرتين أنا هتصور السؤال ده وهقلب على الويت بورد لأنه زي ما بقول لكم في حاجات الأساسية اللي أنا عايزة هنعملها النهاردة هنعملها النهاردة اللي هي تعتبر البيزيكس نوعا ما وفي حاجات اللي هي ممكن يكون فيها steps شوية زيادة خليها في المدرسة أحسن وإنتوا شايفيني بس بتاقي لسوفر الكلام ما هوش صعب ولا إيه يا حبيبي ردوا علي يا جماعة فوق أنا ما فهمتش الحتة اللي احنا عملناها آخر حتة فهمتش ألي آخر حتة الحتة اللي احنا كن لسه عاملينها دلوقتي complete square أنت ما حضرتش الحسن فالcompleting square لا ما ظنش وأنا تفرجت عليها لا لا إذا تتفرج عليها هي موجودة على اليوتيوب channel تمام أوكي هو الدرس اسمه complete square خدنا السنة اللي بقيتت أصلا وشرحت السنة دي سنة دي تاني من الأول طب بأه بتفرج على الفيديو النور دي آه please لو سمحت دلوقتي وأنا بعمل حتة برضو ركز معي فحناخد السؤال ده هنا أو ناخده مع بعض كده ونشوف أول بتاع ده ما بيلفش ليه يا الخيبة أهو لا فكده طيب يا عم انت طيب أهو x part 2 plus y part 2 plus 10x minus 6y plus 18 equals to 0 مديني أهو بيقولك أهو فوق في السؤال the circle has equation كذا بس دي مش شبه خالص اللي احنا لسه واخدينها من شوية يعني احنا لسه واخدين دي الجميلة دي اللي هي x minus part 2 plus y minus part 2 equals radius power 2 دي مش شبهها خالص احنا بقى عايزين دي تبقى شبه دي using what using completing the square using completing the square طب يا مسي ايه ده احنا كنا طولهم من هنا بنعمل completing the square بلاتر واحد ايه المسألة اللي فيها x و y d هنعمل حاجة لطيفة جدا اوكي اول حاجة هنعملها هجيب d sorry d جنب اختها ومش بغير السين ولا حاجة انا i'm just rearranging nothing more وبعد كده عندي y power 2 هجيب جنبها 4 minus 6 y والتاني انا i'm not changing signs or anything انا i'm just rearranging وبعد كده عندنا constant اليتيمة هو لوحده ما فيهوش اي ازر هنعمل يا ولاد completing square مرتين مرة للx ومرة للy في حد بيقول لي ميس حراتك بتتكلمي هم انتوا مش سمعيني ولا سمعيني 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 اه طمعين طيب اللقطة بقى استخيفة بس ان احنا هنعمل completing square مرتين هنعمل completing square للx دي واثكس الباقي كأني مش شايفة خلص completing square الsteps بتاعته كانت تاني bracket power 2 minus bracket power 2 الx power 2 دي بحطها هنا as x الرقم اللي بتحطي هنا هو نفسه الرقم اللي بتحطي هنا اللي هو the value of the b divide by 2 طبعا ان هما a والb والc بتعمل 5 3 فطبعا تاني على 2 فهتبقى plus 5 هنا وplus 5 هنا كده عملت completing square للx هقلب على completing square للy دي هشتغل على دي الوحدة bracket power 2 minus bracket power 2 ال y power 2 هتنزل as y قلنا الرقم اللي بتحطي هنا هو نفسه اللي بتحطي هنا اللي هو the value of the b divide by 2 negative 6 على 2 negative 3 هنا وقلنا مش لازم بقى هنا اخطي النجدد عشان كده كده هيتير مع ال power 2 طب يا miss will plus 18 اهي مرمية اهي على جنب ما لهاش في الليلة فهي دي اللقطة كلها ان انا عملت completing square مرتين تعالوا نشوف بقى how do we simplify this I will keep this bracket as it is I will keep this bracket as it is and then what will I do with all the numericals you will combine all the numericals together هنجمحهم كلهم مع بعض على الكالكليتر زي ما همه كده من غير مغير ولا bracket زي ما همه بنفس شكلهم التعييز ده minus open bracket 5 close bracket power 2 وبعد كده minus open bracket 3 close bracket power 2 plus 18 زي ما هي كده كلها على بعضها يعني ده وده وده على الكالكليتر مرة واحدة لما خطيتهم كلهم على الكالكليتر مرة واحدة بقت negative 16 طبعا الناحية التانية is equal to cam zero بعد كده ما انا عايزة بقى دي تبقى شبه دي فهودي ال 16 الناحية التانية دي step 3 معنش so what is the final answer the final answer is x plus 5 o squared plus y minus 3 o squared equals to 16 هي دي ال equation اهي يبقى ايه اللقطة بقى في المسائل اللي من النوع ده اللقطة في المسائل اللي من النوع ده ان انا زي ما قلتلكو كده بنعمل ايه بنcomplete the square مرتين مرة للإكسات ومرة للويت علشان في الاخر تطلع لي الفورمة النهائية دي وبعد كده بقى خلاص اقدر دلوقتي بكل ثقة اقوله the center is زي ما مروان قال والله يا مروان انت طلعت جالب الplus 5 دي حتبقى negative 5 والminus 3 دي قولنا since the minus is already in the rule فال3 دي حتنزل plus 3 that's the center and as for the radius the radius is the square root of this number so square root 16 which is طبعا equal to كام 2 4 وده طبعا نقدر نقول ان ده النوع المهم من المسائل طبعا احنا هنحس هنحل بس question number 1 ان قوحس هنحل بس A و B اللي هو finding the coordinates of the center and the radius وزي ما تفعنا how do we do it we complete the square تمام يا جدعان تمام يا ميس تمام يا ميس ميش نرجع لل notes حدا عايز يسأل في دي نرجع لل notes سي بقى احنا كده هنعملنا A A و B مش هنعمل C طبعا لانه احنا لازم في بقى الحاجات اللي هي قلنا فيها steps كتيرة بس نقل بقى ل واحدة كمان بس موك معاشة صغراء حاضر اللي فاتت اه حاضر اهي حتحولوا بقى لوحديكم دلوقتي انا هعمل pause recording هتحولوا لوحديكم ان انتوا تعملوا هنا سؤال ده طبعا مش كله يعني A sorry that's only A اللي هو center والradius زي اللي عملنا بالضبط بدون اي اختلاف try on your own and do it وطبعا انا هارجع راحتين انا بس ها pause recording طيب دي المسألة اللي احنا هنعملها هنا مع بعض اللي هي x power 2 plus y power 2 minus 6x plus 2y plus 5 equals to 0 زي ما انتوا شايفين هو في لقشة واحدة طالب الcoordinates of the center وطالن هو عيه like this the sketch shows a circle with center q فالcenter is q هو عايز center والA والradius at the same time قلنا اول حاجة انا من باب بس ان انا بقى متطمنه نفسيا يعني اخط ال x جنب بعض كده وبعد كده اخط ال y جنب بعض plus 2y وبعد كده ال constant هيترمي الواحده هنا كده زي ما انتوا شايفين on the side وبعد كده بنعمل ايه قلنا نعمل completing square لل x ونعمل completing square لل y طبعا هو فيه short cut يا جماعة للموضوع ده بس انا بصراحة ما بحبش عملها لانه هي ما بتنفعش في كل المسائل وانا في ال as بالذات وحتى في الاول وليكنت كده بشرح بالطريقة اللي بتنفع في كل انواع المسائل فاحنا لازم نتعود على completing square وهو صح completing square لل bracket الاولاني لل x يعني هيبقى bracket power 2 minus bracket power 2 بعد كده نيجي للويات طبعا هنا في بلس في النص نيجي للويات bracket power 2 minus bracket power 2 وبالنسبة لل 5 اليتيمة دي قلنا حنكتبها كده بدون اي اختلاف وصيبها مرمية على جاب نيجي بقى نملة ال brackets انا دلوقتي شغالها على ال x ال x power 2 هتنزل as x والرقم اللي بتحط هنا هو نفسه اللي هنا اللي هو ال b على 2 negative 6 على 2 هنا negative 3 وهوحطها هنا كده تاني قلنا من غير الماينس بتاعتها علشان كده كده الماينس هيطير مع ال power 2 ودلوقتي هدخل على ال y y power 2 هتنزل as y الرقم اللي بتحط هنا هو نفسه اللي بتحط هنا اللي هو ال b على 2 plus 2 على 2 ده حينزل زي ما هو x minus 3 all squared والبركت بتاع ال y حينزل زي ما هو اللي هو y plus 1 all squared وبعد كده زي ما قلتلكم من شوية all the numericals يعني d و d و d I will put them all on the calculator بنفس شكلهم كده بدون اي اختلافات من اي نوع بالبركت بكله negative 9 يعني negative 3 power 2 minus 1 power 2 plus 5 فلما حطت كل ده على ال calculator طلعني minus 5 equals to 0 طبعا we need to do some sort of rearranging at the end هنا عندنا x minus 3 o squared plus y plus 1 o squared وبادي ال 5 النحية التانية فهنا اي equals to 5 بس كده فدي كده الفاين الانسر اهي او دي الاquation of circle sorry دي ما هياش الفاين الانسر الفاين الانسر خلاص من بادي حجيب السنتر اللي هو الرقمين دول وزي ما مروان قال بنعكس السigns يعني minus 3 هتنزل positive 3 positive 1 تنزل negative 1 that's the center and the radius is going to be square root of this number square root 5 وحتلاقوا انه هو كتب لك في السؤال find the exact value of the radius exact value of the radius الكلمة exact يعني لازم تكتب exact يعني no distance فأسرد أسيبها third وده كده بالنسبة للمعلومات اللي انا عايزاكوا تعرفوها النهارده related to equation of circle do you understand what we did today ما تغزريش خلصنا لا انا ما خلصتش انا بسأل do you understand what we did today understand لا انا بكلم بجد لا فهمتو ولا انا انا عن نفسي انا 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 طب الحمد الحمد لله طب دلوقتي هل فيكو حيل نعمل الاجزام لا 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 انت عاد ساكت ميكا عاد ريمت حان انا 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 ساكر اشعج اشعج اشع الثانية اشعج 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 شكرا للمشاهدة